اشتركوا في القناة فيما يتعلق بالPPI وعلاج الملتوية البوابية بسم الله الرحمن الرحيم إذن معلوم أن المعدة تتكون من أربع مناطق تشريحية القعر والجسم والغار وقناة البواب طبعاً مدخل المعدة هو الفؤاد وهو منطقة ثابتة مخرج المعدة هو البواب مخرج المعدة إلى العفج وهو أيضاً منطقة ثابتة طبعاً الفؤاد يفتح ويسترخي استجابة لنزول اللقم الطعامية أو لصعود التجشأ أو الأقياءات أما ارتخاءات الفؤاد خارج هذا السياق فهي ارتخاءات مرضية البواب أو مخرج المعدة أيضاً يفتح ويغلق بشكل منتظم منتظم ليسمح بالإفراغ التدريجي للطعام المغضوم جزئياً في المعدة فاستقصال البواب لسبب مرضي أيًا كان السبب سيؤدي إلى خسارة وظيفة البواب في تنظيم إفراغ المعدة إلى الاثنى عشر وبالتالي يتعرض المريض لخطر ما يسمى بمتلازمة الإغراق إذن الفؤاد ثابت في مكانه التشريحي البواب أيضاً ثابت وبينهما منطقة الإنحناء الصغير من جسم المعدة أيضاً ثابتة أما الإنحناء الكبير وهو القوس الكبير إلى الناحي اللي يمنى من المعدة فهو قابل للتوسع بشكل كبير ممكن المعدة تتوسع وتصل حتى إلى الحوض المنظار الهضمي العلوي يصل إلى المعدة على مسافة أربعين سنتيمتر اللي هي المسافة بين القواطع السنية والفؤاد بالوضع الطبيعي المنظار يخرج من المعدة على مسافة خمسة وستين سنتيمتر تقريباً عنا عشرين خمسة وستين سنتيمتر مسار للمنظار في المعدة أحياناً المنظار اللي طوله متر يضيع بكامله في المعدة من شدة توسع المعدة إذا المعدة قابلة للتوسع بسبب انسداد ورمي في مخرج المعدة أو بسبب البدانة وممكن الإنحناء الكبير يتوسع ويصل حتى الحوض من الناحية النسيجية المعدة مقسمة إلى منطقتين منطقة القعر والجسم نسيجياً نفس الشيء تقريباً والغدد تتميز بالخلايا الجدارية موجودة فقط في القعر والجسم الخلايا الجدارية أو الparital cells يلي بتفرز البيبسينوجين وأيضاً تقوم بإفراز تفرز عفواً الحمض والعامل الداخلي أما منطقة الغار فهي تختلف قليلاً طبيعة الغدد في الغار وتتميز بوجود الخلايا جي المفرزة لهرمون الجاسترين إذن سطح المعدة طبعاً المعدة ما فيها زغابات الزغابات موجودة فقط في الأمعاء الدقيقة لا المري ولا المعدة ولا الكولونات فيها زغابات سطح المعدة به المستوى هك أم لس ويبدو مثقب بعد الثقوب يعني مثل مظهر الآبار في الأرض هل الثقوب أو الوهدات إلى الداخل هي فوهات للغدد المعدة فوهات على سطح المعدة تؤدي إلى غدد مثل الحفر أو الآبار في داخل أو في عمق مخاطية المعدة في عنا غدد الغار ممثل إلى يمين الصورة غدد القعر والجسم إلى اليسار في عنا مكونات مشتركة مثل الخلايا المخاطية موجودة في كلا نوعي الغدد الخلايا المخاطية تقوم بإفراز المخاط الذي يحمي جدار المعدة غدد القعر والجسم مميز بالخلايا الجدارية يلي بتفرز الحمض والعامل الداخلي وأيضا الشيف سيل أو الخلايا الرئيسية من سميها وتقوم بإفراز البيبسينوجين بينما غدد الغار تحوي خلايا جي المفرزة للغاسترين الخلايا الصماوية وخلايا المفرزة السوعة والسترين موجودة في كلا النوعين إذن الباريتل سيل والشيف سيل موجودة فقط في القعر والجسم والجي سيلز موجودة فقط في الغار يعني لما ناخد خزعات من أجل فحص التهاب معدة مزمن خزعات الجسم والقعر توضع في زجاجة وخزعات الغار توضع في زجاجة مختلفة إفراز الحمض من الخلايا الجدارية من أهم خصائص المخاطية المعدية الخلايا الجدارية أو الباريتل سيلز موجودة في غدر القعر والجسم كما ذكرنا ويمكن تنبيهها بثلاثة طرق عن طريق الهستامين أو الأستايكولين أو الغاسترين الطريق المشترك لهذه التنبيهات عبارة عن مضخات تسمى مضخات البروتون تقوم بضخ البروتون إلى لمعة المعدة بالتبادل مع شوارد البوتاسيوم وهالعملية تؤدي إلى تركيز البروتونات في حمض المعدة أكثر بملايين المرات من تركيزه في الدم يعني الدواء الذي يستهدف مضخات البروتون في قمة الخلايا الجدارية وهي من سميها PPI أو بروتون بومب انهيبيترز ذو تأثير أقوى من الأنتي هستاميني اللي عم تقطع واحد فقط من طرق التنبيه الثلاثة هلق مؤخراً في عنا مجموعة جديدة من الأدوية اسمها P-Caps اللي هي اختصارنا بوتاسيوم كنال أسيد بلوكر عبارة عن أدوية انتقائية تغفر مستقبلات البوتاسيوم على مضخات البروتون وتؤدي إلى تثبيت أفراز الحمض هاي الأدوية ما تزال موجودة فقط في اليابان الدواء الوحيد المعتمد منه اسمه فورو بارزان والفورو بارزان موجود من عام 2015 بالديجستيف ديزيزويك أو مؤتمر الأمراض الهضمية يلي صار قبل عدة أسابيع تم نشر دراستين على الفورو بارزان وتفوق على أدوية البيبي آي في علاج التهاب المري الجزري وأيضاً في علاج العلاج الإراديكيشن أو اجتثاث الهلكوباكتر بيلوري يعني قريباً خلال يعني عدة أشهر أو سنوات قليلة على أبعد تقدير رح نشوف مجموعة البي كابز في الأسواق وربما تتفوق على البروتون بامب انهيبيتورز إذن بوتاسيوم كومبيتيتيف أسير بلوكارز يعني البروتون بامب تضخ الهيدروجين بالتبادل مع البوتاسيوم فالفورو بارزان عم يسكر الطريق على البوتاسيوم وبالتالي يمنع استبداله بالحمض يعني بيأثر أيضاً على مضخة البروتون ولكن بشكل أكثر انتقائية من أدوية البيبي آي الأدوية مدروسة في اليابان من عام 2015 لكن دراسات في أواخر عام 2021 دراسات كبيرة وحصلت على قبول واعتماد من مؤسسات عالمية كبرى إذن عنا العوامل المؤثرة على إفراز الحمض المعدي أهم منبهات إفراز الحمض هي ثلاث منبهات الأستايل كولين وهو نيوروكراين أو ناقل عصبي الهستامين اللي هو ناقل بالتجاور أو باراكراين من سميه والقاسرين وهو هرمون أهم المثبتات مشا يصير عنا نيغاتيف فيدباك مشا ما يصير عنا فرض في إفراز الحمض عند اجتداد حموضة المعدي أكثر من اللازم يفرز السوماتوستاتين من أجل تخفيف حموضة المعدي وعند اجتداد حموضة العفج يفرز هرمون السيكرتين ليعطي أوامر بتخفيف إفراز حمض المعدي طبع الفيزيولوجيا المعدي أعقد منها الكلام بكثير لكن هاي أهم العوامل المؤثرة على إفراز الحمض المعدي بتكفه المعلومات الفيزيولوجية الأساسية لأنه مدخل أساسي لآلية وعلاج الداء القرحي الهضمي بيبتيك ألسر ديزيز ولمنا بروبريا أو صفيحة مخصوصة ومسكولاريز ميوكوزا هاي هي طبقات المخاطية في الآفات المحصورة ضمن الميوكوزا ضمن المخاطية هاي اسمها صحجات الآفات يلي تخترق المسكولاريز ميوكوزا وتنزل إلى تحت المخاطية أو أعمق وربما تثقب جدار المعدي بالكامل هاي ألسر إذا الإيروجين محصورة ضمن المخاطية والألسر تمتد على الأقل إلى سب ميوكوزا أو إلى تحت المخاطية إذن تفريق النسيج الدقيق والرسمي هو تفريق نسيجي لكن عمليا الطبيب اللي تنظير لما بشوف هالليجين في المخاطية عادة يقال عن الآفات التي تبدو ظاهرية للعيان يعني تبدو سطحية وأقل من خمسة مليمتر من قول عنا إيروجين أو صحجة أما الآفات اللي يشاهد إلى عيانية عمق إلى الداخل من قول عنا ألسر هاي المنطقة بالمنظار عنا هاي اسمها الزاوية المعيدية إلى الأسفل من الغار وهذا البواب وفوق هالزاوية الإنحلاء الصغير الزاوية المعيدية من أشع مواقع تطور القرحات إذا النسيجيا قد يعني عمليا بتقرير التنظير ممكن الطبيب يقول قرحة أو صحجة حسب ما يشوف الآفة إذا ألا عمق ولا آفة سطحية طبعا هذا كلام إصطلاحي أما الكلام الدقيق فهو بالتشريح المرضي هاي عنا غار المعيدة طبعا إلى الأعلى الإنحناء الصغير وهذا السطح السفلي هو الإنحناء الكبير من الغار وهاي فتحة البواب إذا تبدو فعلا فتحة صغيرة جدا بالمقارنة لحجم المعيدة الكبير منذكر أن المعيدة اللي بتتسع إلى لتر لتر ونصف من الطعام تحتاج أربع إلى ثماني ساعات لإفراغ محتواها من الطعام إذا البواب فتحة صغيرة ويفتح ثلاثة أو أربع مرات في الدقيقة من أجل إفراغ المعيدة إلى العفج بتدريج بطيء جدا منعا لإغراق العفج بالمحتويات الطعامية عنا هالآفات هاللطخ الحمراء عبارة عن سحجات في منطقة الغار هاي عنا مناورة منسميها بالمنظار الريترو فيجن الشكل الترسيمي إلى أقصى الزاوية العلوية اليسرى المنظار دخل من الفؤاد والتفمت الحرف الجي باللغة الإنجليزية هاي اسمها الجي مانوفر ونظر إلى الأعلى فكشفنا بنظرة واحدة من المنظار الفؤاد والبواب وبينهما كامل الإنحناء الصغير وفي منتصفه الثلمة الزاوية إذن هاي على الصور عنا الفؤاد في الأعلى في كلا الصورتين والغار في الأسفل وبينهما الزاوية المعيدية وهالجزء من المخاطية هو الإنحناء الصغير عنا إلى اليسار قرحة كبيرة على زاوية المعيدة وبعد ثلاث أشهر من العلاج ضل إلها بقايا على شكل سحجي يجب التأكيد أن قرحات المعيدة هاي القرحة إلى اليسار تبدو نظيفة القعر حواف منتظمة ما في تجاعد كل هذه المظاهر تشير إلى السلامة لكن لابد من أخذ خزعات من حواف القرحات المعيدية لأنه احتمال 5 إلى 10% تكون سرطانيا المظهر العياني للقرحة مهما كان مريح لا ينفي عنها الخباثة قرحات المعيدة دائما يتوجب أخذ خزعات من حوافها لنفي الخباثة ودائما تستوجب إعادة التنظير للتأكد من شفاء القرحة قرحات المعيدة قد تكون سرطانية دائما ما نتأكد من سلامتها بالخزعاء وبإعادة التنظير أما بالنسبة للقرحات العفج فهي لا تتسرطن إلا في حالات استثنائية مو إلزامي نأخذ منها خزعات وأيضا غير إلزامي أنه نعيد التنظير للتأكد من شفاء هنا عدد تقرحات في الغار طبعا الغار القرحات دائما تتوضع في نهاية المعيدة أو في بداية الاثنى عشر فالغار موقع طبيعي ومتوقع لتشكل القرحات عدد قرحات هذه قرحة كبيرة صار على حافة البواب الحافة الأمامية للبواب هذه القرحة ممكن تشفى وتتندب وتتسبب باختلاط شائع هو انسداد أو تضيق مخرج المعيدة أحد الاختلاطات المهمة للداء القرح الهضمي بالمناسبة القرحات المعيدية موقع عنا قرحات كبيرة أو جيانت ألسر إذا كان قطرة أكثر من 2 سنتيمتر هاي عنا مثال لي جيانت ألسر قرحة على الوجه العلوي للغار وعنا هاي البواب بالكاد يرى قرحة كبيرة مع وذمة شديدة في منطقة الغار وعنا هاي البقعة الصفراء والسوداء هاي منسميها فلات بيجمينت سبوت يعني هاي قرحة غير نظيفة فيها بقعة مستبغة بتحمل خطورة بسيطة لعودة النزف طبعا كل القرحات المعيدية اللي عرضنا صورة تستوجب أخذ خزعات من حواف القرحة ثمان خزعات وأيضا تستوجب إعادة التنظير بعد شهر أو شهرين للتأكد من شفاء القرحة أيضا إذا عملتنا اختلاط مثل gas leak outlet obstruction نقوم بتوسيع التضيق أو الانسداد بالبالون نقوم بتوسيع عنا offensive و defensive factors offensive أو عوامل مؤذية لمخاطية المعدي و defensive عوامل واقية لمخاطية المعدي طبعا أهم الشيء على الإطلاق أن النوع الأساسي من الخلايا في غدد المعدي سواء في القعر أو الجسم أو الغار هي الخلايا المخاطية تقوم بإفراز المخاط القلوي اللزج الذي يعني يشكل حاجزا يمنع بينه أو يفصل بينه الحمض في لمعة المعدي وبين جدار المعدي التروية الدموية الجيدة لهذه المخاطية ضرورية من أجل جلب المواد اللازمة للاستقلاب وأيضا تصريف فضلات الاستقلاب أيضا تلعب دورا مهما في تنظيم التروية الدموية لمخاطية المعدي أيضا الطعام بشكل حاجز بين الحمض وبين مخاطية المعدي أيضا يحرض على أفراز المخاط يعني الصيام الطويل قد يؤهب لتشكل القرحة مثل مرضى العناي مشددة مثلا مرضى الكومة يلي ما عبياكله لفترات طويلة هدول غير السترس أيضا معرضين لخطر السترس ألسر أيضا اللعاب النازل يعني من الفم اللعاب كله والطبيعة فشوي اللي دور واقي لمخاطية المعدي أهم العوامل المؤذية على الإطلاق هو الحمض وبدون الحمض لا الببسين ولا الصفراء بتسبب أذية للمخاطية القاعدة القديمة لقاعدة شوارتز يعني لا يمكن أن تتطور القرحة بدون حمض ما تزال صامدة مع أنه هاي قاعدة شوارتز من قبل اكتشاف الهلكوباكتر بعد اكتشاف السبب الإنتاني للقرحة بقيت قاعدة شوارتز صامدة وصحيحة وأثبتتها الدراسات الحديثة الببسين هو بيكون بتفرزه الشيف سيلز كبيبسينوجين فيحتاج إلى درجة بي أش أقل من أربعة من أجل أن يتحوى إلى ببسين والبيبسين أنظيم هاضم للبروتينات فيقوم بهضم الخثرة أو الطبقة اللي فيه يلي بتقوم بترميم القرحة يعني نحن ليش بنعطي أسيد بلوكر مثل البي بي آي هالأدوية تقوم بإعاقة إفراز الحمض ورفع بي أش المعدة فوق الأربعة والتالي منع تحويل الببسينوجين إلى الببسين والببسين هو اللي بيهضم النسيج الندبي ويعيق التآم القرحة أهم سببين للقرحة الهضبية أن الهلكوباكتر فيلوري أو جرثومة الملتوية البوابية وأيضا مضادات الالتهاب غير استيرويدية رح نحكي عن آليتهم بعد شوي وأيضا الكحول والنيكوتين مؤذية للمخاطية بعدة آليات أهم ما التخريش المباشر طبعا غارب الكحول النيكوتيني يعزز دور العوامل المؤذية بحد ذاته لا يكفي لتطور القرحة لكن بالتأكيد مننصح مريض القرحة بتجنب الكحول والتدخين في صارة دراسة كبيرة في جامعة دمشق من قبل تقريبا عشر أو اتناشر سنة بشروط صارمة وأثبتت أنه التدخين نؤخر بشكل كبير من شفاء القرحات المعديين هاي عنا شكل ترسيمي لجدار المعدي الخلايا المخاط مخاط يوكا سليا الغني بيكربونات وبالتالي المخاط الملاصق لبيطانة المعدي يكون معتدل البي اوش تقريبا سبعة بينما في لمعة المعدي تكون درجة البي اوش اتنين يعني احمد بملايين المرات من الطبقة المخاطية طبعا الافراز المستمر لهذا المخاط يتطلب خلايا مخاطية تعمل بنشاط ولحتى هالخلايا تعمل بنشاط تحتاج دائما الى تروية دموية جيدة ما يحصل في حالات الستريس اي حالة شدة مرضية او رضية او فيزيولوجية بيقوم الجسم بتوجيه الدم الى الاعضاء النبيلي كالقلب والدماغ والكليتين معروف في حالات ستبعف التروية الدموية اللي ينبوب الهضم ولي الجلد يعني مريض في العناية المشددة على المنفسة مريض حرق يكون فيه عنده نوع من النقص التروية النسبي لمخاطية المعدة وبالتالي يختل عملية افراز المخاط الواقي وبالتالي يتعارض المريض لما يسمى بالستريس اندوست غاستروباتي او او قرحة الشدة هاي اللي منحط لها برضا المشافي رانتدين او رازح للوقاية منها اهم عاملين مشببين لي اداء القرح الهضمي هنين الملتوية البوابية ومضادات الالتهاب اللاستيروئيدي مضادات الالتهاب اللاستيروئيدي هنين اهم سبب للقرحات الهضمية النازفة عنا انطلاقة من الاراشيدونيك اسيد اللي هو حمض دهني موجود في اغشية الخلايا يخضع الاراشيدونيك اسيد يخضع لتأثير انزيم السايكلو اكسوجينيز تايب 1 و تايب 2 كوكس 1 و كوكس 2 الكوكس 1 هو انزيم فيزيولوجي نشيط طيلة الـ 24 ساعة يقوم بصنع البروستغلاندينات خلينا نسميها الفيزيولوجية المسؤول عن صيانة التروية الدموية الجيدة للمخاطية وايضاً صيانة افراز المخاط الواقي لجدار المعدة بالاضافة الى وظائف كثيرة في الاعضاء الاخرى من الجسم في عنا كوكس 2 او سايكلو اكسوجينيز تايب 2 هذا منسميه التهابي او ارتكاسي يتنشط فقط في ظروف الالتهاب من اجل صنع البروستغلاندينز الالتهابية يلي بتتواسط حس الألم والحرارة فنحنا إذا منا ناخد أدوية مسكنة للألم وخافضة للحرارة في عنا الجيل القديم من مضادات الالتهاب غير استيرويدية يعاكس عمل كلا النوعين من السايكلو اوكسوجينيز فهو يمنع صنع البروستغلاندينز الالتهابية وبالتالي يخفف من أعراض الألم والحرارة لكنه أيضا يمنع صنع البروستغلانديناز البروستغلاندينات الفيزيولوجية الضرورية لحماية المخاطية وبالتالي من تأثيراته الجانبية القرحة الهضمية يعني اختصارا لأنه يجفف المخاط الواقي لجدار المعدة الجيل الحديث من الانسيتس او مضادات الالتهاب غير استيرويدية تثبت الكوكستو بشكل انتقائي فتمنع صنع البروستغلاندينات الالتهابية بينما لا تؤثر تقريبا على البروستغلاندينات الفيزيولوجية إذن سيليكتيف كوكستو انهيبيترز تمنع صنع وسائط الالتهاب وتقريبا لا تؤثر على صنع وسائط صيانة التروية الدموية وأفراز المخاط القاعدة الأساسية في علم الأدوية سيليكتيفتي إز نات أبسوليوت أو لا توجد هناك انتقائية مطلقة يعني الكوكستو انهيبيترز صحيحي يعني بالكاد لا تؤثر على الكوكس وان لكن شوي بتأثر تحمل خطر ضئيل لإحداث القرحة أعلى من خطر البلاسيبو لكن أقل بكثير من خطر المضادات الالتهاب غير استيرويدية التقليدية الانسيتس أدوية كثيرة جدا نحن ذكرنا هون كأمثلة أهم الأدوية الشائعة الاستخدام بالنسبة للأدوية الانتقائية في عنا دوائين فقط مسموح استخدامهم السيليكوكسيب والإيتوريكوكسيب طبعا كان سابقا في أدوية أخرى لكن إلى مشاكل جانبية قلبية تم صحبة إذن السيليكوكسيب والإيتوريكوكسيب أخذ الـ FDA Approval وشائعة الاستخدام في كل دول العالم التراديشنال انسيتس أو النانسيليكوكسيب كوكسيب والإيتوريكوكسيب مثل الإيبابروفين النابروكسين البيروكسيكام ديكروفيناك اندوميتاسين كل هذه الأدوية غير انتقائية وخطورتها لإحداث القرحة الهضمية أكبر من الأدوية الحديثة على فكرة تقريبا عام 2010 تعممت في الأسواق حاليا متوفرة بسعر الأدوية القديمة أول منزل كانت غالية الثمن بعد 12 سنة من الاستخدام أصبحت أدوية اقتصادية وأيضا يعني ظهر أمانة على المدى البعيد إلى حد ما إذا كان الانسيتس أو مضادات الالتهاب غير استيرويدي من أهم أسباب القرحة الهضمية السبب المهم والكبير الآخر هو الهلكوباكتر في عام 1983 في عالمين أستراليين اللي هنين مارشل ولورين اكتشفوا الهلكوباكتر بيلوري وقالوا أني الداء القرحي الهضمي كان سابقا قبل ذلك التاريخ مرض مزمن مثله مثل الضغط مثل السكر مثل الربو غير قابل للشفاء لكن اكتشفوا أني الداء القرحي الهضمي هو مرض إنتاني في الغالب ونحن إذا عالجنا هالإنتان يمكن أن يشفى مع فرصة ضعيفة للناكس طبعا كان عنا بين اكتشاف الهلكوباكتر اكتشاف دور الهلكوباكتر بالتسبب الداء القرحي الهضمي تواتر الدراسات كبيرة جدا أنه الهلكوباكتر متسبب مباشر في الداء القرحي الهضمي فتأخر حصول هالعالمين على جائس نوبل حتى عام الفين وخمسين 22 سنة بين الافتشاف وبين جائس نوبل في الطب كانت كافية لإثبات يعني بدرجة عالية من الموثوقي أنه الهلكوباكتر عامل مسبب لأداء القرحي الهضمي بل حتى أنه صنفتها منظمة الصحة العالمية أنه عامل مصرطين الهلكوباكتر هي بكتيريا حالزونيت الشكل قادر على الحركة الذاتية أيضاً فيه إلى الصياق بأحد طرفيها بتصبح إلا بالحركة وأهم خصائصة أن تفرز اليورياز أو أنزيم اليورياز الذي يحول اليوريا إلى أمونيا قلوية تحمي الجرثومة من حموضة المعدة شكل ترثيمي كيف تتسبب الهلكوباكتر بالآلية المراضية طبعاً الخمج بالهلكوباكتر بيلوري يكتسب غالباً منذ طفولة وتبقى موجودة مدى الحياة الخطر التراكمي للهلكوباكتر حوالي 10% مدى الحياة أنه تسبب أحد الأمراض اللي رح نحكيها بعد شوي الهلكوباكتر بتدخل مع الطعام تسمم غذائي طبعاً شهدت حتى في اللعاب بتناكيس كبيرة يعني الأم اللي بتمضغ اللقمة وبتعطيها لأبناء بتكون عم تعرضه لخطر انتقال الهلكوباكتر دخلت الهلكوباكتر مع الطعام إلى لمعة المعدة بقدر بفضل حركتها الذاتية الصياط والحركات الالتوائية للجسم الجرثومة وصلت إلى المخاط اللزج في محيط المعدة طبعاً هون عبت تفرز اليورياز وتحيط نفسها بهالة كلوية من الأمونيا تحميها من حموضة المعدة تقريباً الجرثومة الوحيدة المعروفة بالطبيعة يلي بتتحمل حموضة المعدة الشديدة أيضاً تفرز أنزيمات حالة للبروتين تمكنها من اختراق المخاط اللزج وأيضاً عندها قدرة على الالتصاق الشديد في مخاطية المعدة الهلكوباكتر غير قادر على غزو مخاطية المعدة ما بتسبب أبداً سيبتي سيميا أو تجرثوم دم تلتصق بشدة مخاطية المعدة تغزو فقط المخاطية من النوع المعدة في مستقبلات نوعية على سطح خلايا المخاطية المعدة بتستقبل وفي عنا تقوم بإفراز توكسينز هالممثل عنا بالشكل بالمثلث الأصفر وبالنجمة توكسين اسمه كاك اي اختصار الكواغيوليز أو الثيفان المخثر وفي عنا الفاك أو الثيفان المحدث للفجوات طبعا ممكن سلالات الهلكوباكتر تفرز هذه الثيفانات لكن السلالات التي تفرز الكاك أو الفاك هي سلالات عالية الفوعة وتسبب ارتكاسات التهابية الشديدة في المخاطية وممكن سرطانات إذن التسقت في المخاطية أفرزت ذيفانات والذيفانات أشعلت عملية استجابة التهابية ذيفانات حشت الكريات البيض وحصل الالتهاب المزمن في المخاطية إذن حركة ذاتية إفراز اليورياز إفراز الأنزيمات الحالة للبروتين الالتصاق الالتصاق بالمخاطية وإفراز التوكسينز أو الذيفانات المحرضة للاستجابة الالتهابية إذن العدوى عن طريق الفتام الشيوع من 10 إلى 99% حسب المشنة الشيوع الكبير للهلكوباكتر في دول العالم الثالث دول التي شروط العقابة فيها ضعيفة وأيضا الشيوع الكبير لأداء القرح الهضمي واختلاطاته كل ما كانت الهلكوباكتر شائعة أكثر في المجتمع كل ما كانت القرحة الهضمية شائعة أكثر وهاي من أحد الدلائل الكثيرة على أنه العلاقة من الهلكوباكتر والقرحة هي علاقة سببية وليست الهلكوباكتر بتسبب نمطين من الاستجابة الالتهابية في جدار المعدة إلى اليسار عندنا النمط الأول اللي هو سيطرة التهاب الغار طوال لون البرتقالي عم بيمثل انتشار الهلكوباكتر في المعدة الأنتروم predominant gastritis أو التهاب المعدة المتركز في منطقة الغار في هذا النمط من الالتهاب أكثر الخلايا تأثرا هي الخلايا المفرزة للسومتوستاتين سومتوستاتين كابح لإفراز الحمض المعدة وعند وعند تخرب الخلايا المفرزة للسومتوستاتين يحصل إفراز للغاسترين بكميات كبيرة وإفراز للحمض بكميات كبيرة مما يؤهب لتطور القرحات العفاجية لأن مخاطط العفاج يعني غير مهيئة للتعامل مع الحموضة الشديدة إذن دوادنا الأسر أو القرحات العفاجية تحصل بسبب بسبب زيادة قوة عوامل الهجوم بسبب فرط إفراز الحمض في سياق الأنتروم predominant gastritis أما في حال التهاب الشامل للمعدة أو pan gastritis بيصير في عنا ضمور في معظم خلايا جدار المعدة من بين الخلايا التي تتأثر خلايا الجدارية وبالتالي تقل إفراز الحمض المعدة لكن تضمر مخاطية المعدة بالكامل ويقل بشكل أكبر إفراز المخاط الواقي للمعدة وهالشي بيأهب لتطور القرحة المعدية إذا القرحة المعدية السببب أساسا هو ضعف عوامل الدفاع ضعف إفراز المخاط الواقي يجعل المعدة معرضة للقرحات رغم أنه إفراز الحمض عند مرضى القرحة المعدية يكون طبيعي أو حتى منخفض إذا إذا القرحة العفجية تحصل بسبب زيادة إفراز الحمض بينما القرحة المعدية تحصل بسبب نقص إفراز المخاط في سياق التهاب المعدة الضموري الضموري بكل التهاب مزمن يتطور إلى ضمور معدى متعدد البؤر أو مالتي فوكل أتروفي جاستريتس التهاب المعدة الضموري متعدد البؤر وهذا يعد حالة قبل سرطانية ممكن أن يؤدي إلى أدينو كارسينوما أو لمفومة في المعدة إذن الهلكوباكتر صار حكينا عن أربع أمراض متسببة القرحة المعدية والقرحة العفاجية وأيضا متورطة من نماطين من السرطانة الأدينو كارسينوما واللمفومة في جدار المعدة ومنظمة الصحة العالمية صنفتها كارسينوجينيك فاكتور عامل مصرطين التهاب المعدة الضموري بتصنف بتصنيف نسيجي معقد اسمه تصنيف سيدني باختصار يقوم بأخذ عدة خزعات من الغار ومن الجسم طبعا خزعات الغار بزجاجة وخزعات جسم المعدة في زجاجة مختلفة ويدرس نمط انتشار وإصابة الغدد بالرشاحة الالتهابية المزمنة يعني أحصائية بالتشريح المرضي لكن المهم نعرف عمليا أن التهاب المعدة الضموري متعدل البؤر أو الالتهاب المزمن بالهلكوباكتر مؤهب للينفومة مؤهب للأدينو كارسينوما في المعدة في عنا مجموعتين من الاستقصاءات لتحري الملتوية البوابية في عنا استقصاءات غير باضعة وفي عنا استقصاءات باضعة المقصود فيها عبر التنظير الهضمي الاستقصاءات الباضعة تنظير هضمي وخزعة والخزعة اما منعملها فحص نسيجي او منحط الخزعة على كاشف لوني اللي هو اسمه اختبار اليورياز النسيجي او تمبعت على الزرع والتحسس الجرثومي الاستقصاءات غير الباضعة عند المريض يلي ما عنده استطباب للتنظير الهضمي ممكن نعمل تحليل الالايزا تحليل اختبار مصلي في عنا شيء اسمه اختبار اليورياز التنفسي المريض يعطى وجبة فيها يعني سكر موسوم غاز كربون موسوم والهلكوباكتر بتشكل الزفير وممكن يعني الاكثر عملية هو المستضد البرازي يعني بتحليل دم او تحليل البراز من غير الحاجة الى تنظير هضمي ممكن الكشف عن الهلكوباكتر بيلوري لا اذا كان مريض وبحاجة للتنظير الهضمي مناخد عينات من اجل فحص نسيجي مع صبغات او اختبار اليورياز النسيجي للهلكوباكتر اما الزرع والتحسس يعني لاغراض بحثية من اجل يعني تحري الصادات الاكثر فعالية على الملتوية البوابية في مجتمع معين هاي فحص نسيجي لمخاطيط المعدي الصورة في الاعلى الى اليمين عصيات هلكوباكتر ملتصقة بمخاطيط المعدي هاي الصورة اكبر واوضح بصبغة اسمها صبغة جيمزا هي الصبغة المفضلة الكاشف اللوني في سياق اختبار اليورياز النسيجي توضع الخزا على هالدائرة الصفرة يبقى اللون أصفر اذا كان نيجاتيف اما اذا كان في عنا بكتيريا مفردة لأي اليورياز يتحول لون الكاشف يتحول الوسط من الحمض الى القلو ويت مفرد انه المريض اسبوعين على الاقل ما يكون اخذ صادات او بي بي آي مشان ما تأثر على نتيجة الاختبار الخطوط العلاجية المعتمدة للهلكوباكتر طبعا حتى عهد قريب حتى عام 2015 تقريبا كان العلاج هو علاج ثلاثي لمدة اسبوع كافي لكن بسبب تزايد المقاومة على الهلكوباكتر صار في عنا دراسة عالمية يعني في اكتر من 50 دولة حول العالم على اكتر الانماط العلاجية فعالية وخرج في عنا توصيات جديدة نوعا ما كقواعد عامة اولا العلاج الثلاثي المبني على البي بي آي لا يوصى به كخط اول لم يعود العلاج الثلاثي كافيا يفضل المريض نسأل على الصادات اللي اخذ بالفترة الاخيرة اذا المريض اخذ خاصة ماكروليدات يفضل نتجنب الكلياريثرومايسين اذا المريض اخذ كينولونات لانتام بولي او تنفسي يفضل نتجنب الليفو فلوكساسين فعنا هلأ التوصيات الجديدة بي بي آي دائما بديكون جرعة مضاعفة على التوصيات السابقة كان الاس أمبرازول يكفي مرة واحدة لكن توصيات الجديدة تقول انه البي بي آي بديكون حصرا جرعة مضاعفة ومدة العلاج حصرا بديكون 14 يوم كاملة لا يكفي اسبوع اسبوعين كاملين تضمن بي بي آي بجرعة مضاعفة والعلاج المعتمد هو علاج رباعي وليس ثلاثي الخط الاول بالاضافة البي بي آي تلاريثرومايسين أموكسيسلين وميترونيدازول الأربع حبات مع بعض تأخذ معا مع الافطار ومع العشاء ولمدة 14 يوما كاملة الخط العلاجي الآخر المصنف كخط أول هو العلاج الرباعي المبني على البيزموت بي بي آي مع بيزموت مع مترونيدازول وتترا سايكلين البي بي آي مرتين البيزموت حبتين مع بعض أعيار 554 مرات والمترونيدازول ثلاث مرات والتترا سايكلين خمسمية مرتين طبعا الأدوية المذكورة ما بصير نكتب شبيهة يعني الأموكسسلين لم تسجل أي مقاومة الهلكوباكتر على الأموكسسلين فلا يجوز مثلا نعطي المريض كلوكسسلين أو أغمانتين أو إلى آخره الأموكسسلين هو المدروس وما عليه مقاومة كذلك الأمر الخلاريثرومايسين هو الدراسة عليه ما عليه مقاومة فلا يجوز استبداله بالأزيترومايسين يوع استخدام الميترونيدازول لكن الميترونيدازول مع الPPI أيضا المقاومة عليهم ضعيفة جدا الخلل الأساسي عم بيكون عنا بمقاومة الهلكوباكتر للكلاريثرومايسين في عنا خيارات علاجية بديلة الليفوفلوكساسين الثلاثي PPI مع أموكساسين مع الليفوفلوكساسين هذا لا يجوز استخدامه كخط أول ويفضل تجنبه إذا المريض آخذ بالأشهر الأخيرة PPI أو تنفسي البزموت العلاج الرباعي اللي حكينا قبل شوي ممكن يستخدم كخط ثاني إذا المريض أخذ العلاج الرباعي الأموكساسين والإخلاريثرومايسين والميترونيدازول وما استجاب بنرجع كخط ثاني للبزموت الرباعي والخط العلاجي الأخير الريفا بيوتين PPI مع أموكساسين مع ريفا بيوتين طبعا هذا ليش خط أخير لأن الريفا بيوتين عم يعمل لنا تأثيرات جانبية عصبية فيفضل يكون خط أخير أيضا كان سابقا علاج المتسلسل من سميها أو sequential therapy يعني أول أسبوع المريض بيأخذ أموكساسين فقط وثاني أسبوع ليفا فلوكساسين وميترونيدازول بالتوازي مع البيبي السيكوشي الثرابي ألغيات ولم تعد معتمد إذا العلاج الثلاثي لم يعد كافيا العلاج المتسلسل تم إلغاؤه البيبي لازم تكون جرعة مضاعفة حصرا ومدة العلاج 14 يوم حصرا هاي آخر توصيات كانت توصيات صادرة عن مؤتمر هلأقصار جايد صادرة عن الجمعية الأمريكية لأمراض جهاز الهضم بالسنوات الأخيرة زاد الكلام عن التأثيرات الجانبية لمطبطات مضخة البروتون هون عندنا هالجدول يجمع الدلائل على التأثيرات الجانبية لمطبطات مضخة البروتون إلى اليسار التأثيرات الجانبية قائمة طويلة وعندنا نمط الدراسات في عنا دراسات رقابية ضعيفة نوعا ما في عنا متى أناليسيز مثلا به علاقة مع كسور الحوض وفي عنا دراسات أو دراسات استقبالية وعنا الخطورة الأوتس ريشيو مثلا خمس أضعاف أو مرة ونص ضعف طبعا كلها النتائج إلى أهمية أحصائية فمثلا البي بي آي تم ربطه مع التهاب الكلية الخلالي الحاد ومع قصور الكلية المزمن مع عوز الحديد وفيتامين بيتولف مع نقص الكالسيوم والماجنيزيوم وبالتالي قصور الحوض وهشاشة العظام بتسبب انتانات مثل المطفية الصعبة ذات الرئة المكتسبة من المجتمع أيضا بتأهب لالتهاب البريتوان العفوية عند مرضى تشمع الكبد طبعا كله لأن حموضة المعنى إلى دور واقعي من الجراثين حتى في دراسات بتقول أن بتداخل مع عمل الخلايا الظهارية أو الخلايا المبطن اللي الأوعية وبالتالي تم ربطة مع احتشاء العضلة القلبية مع عاعتها الاحتشاءات المتعددة ومع الجلطة الدماغية الشيء الوحيد اللي أحدث منه البيبي براءة هو التداخل مع عمل الكلوبيدو غريل خلاصة آخر دراسات أن تنعطى وما في أي مشكلة الهيلكوباكتر كنا بتسبب القرحة المعدية القرحة العفاجية الكهاب المعدة الضموري وبالتالي نقص إفراز الحمود مما يؤثر على امتصاص الحديد وفيتامين بيت ويلف أيضا بتأهب لسرطان المعدة من النواط الغدي أو الليمفومة وفي دراسات أيضا ربطة الانتام الهيلكوباكتر مع فرفرية تقص الصفايحات مجهولة السبب أيضا في دراسة صارت بجامعة دمشق عام 2015 تقريبا وتم علاج الهيلكوباكتر وحصل في تحصن مهم في تعداد صفايحات الدم عند مرضى الـ وكنا منظمة الصحة العالمية صنفتها كعامل مصارتين اتكلمنا عن تعريف القرحة الهضمية عن العوامل المحرضة والمفاقمة والمثبتة لإفراز الحمض عن أهم العوامل المسببة وخاصة الهيلكوباكتر والإنسيت الآن نتكلم عن الأعراض السريرية للقرحة الهضمية القرحة الهضمية ممكن يجينا المريض بحالة إسعافية بأحد اختلاطات القرحة وممكن يجينا المريض غالباً بيجي مريض بارد على العيانة بشكاية مزمنة أو تحت حادة ألم بطي خاصة فيه الشرسوف أو المراق الأيمن طبعاً الكلام عن أنه ألم القرحة المعيدية بيكون أشد عند تناول الطعام وألم القرحة العفجية بيكون أشد عند الجوع وبالتالي مريض القرحة العفجية بيأكل كتير هذا كلام غير دقيق وعملياً لا يعتمد عليه يعني بالأخير يصعب تفريق القرحة الهضمية عن القرحة العفجية إلا بالتنظير الهضمي العلوي أحياناً بيشكل مريض من أعراض غير نوعية مثل الشبع المبكر التجشؤ الشعور الدائم بالامتلاء والثقل وممكن الأقياءات الأقياءات دائماً عرض شوي بيخوف بيخوفنا من انسداء المخرج المعنى ومن سرطان المعنى ممكن القرحات في عشرة بالمئة من الحالات تقريباً يجي المريض مباشرة على الإصعاف بأحد الاختلاطات الأربعة الشهيرة للقرحة الهضمية نزف هضمي علوي انثقاب ويجي المريض ببطن جراحية الاختراق هو انفتاح القرحة على عضو صلب الانثقاب يعني انفتاح القرحة على جوف البريتوان بيجينا المريض بالتهاب بريتوان الاختراق هو أيضاً قرحة تحفر كامل جدار المعنى ولكن تنفتح على عضو صلب غالباً على البنكرياس بيجينا المريض بالتهاب بنكرياس حاد والاختلاط الرابع هو انسداد مخرج المعنى يأتي المريض بشكاية قياءات قياءات الشديدة تشبه يعني سريرياً سرطان المعنى أو التهاب البنكرياس طبعاً أعراض القرحة الهضمية عداً الحالات الإسعافية أعراض غير نوعية وغالباً مخاتلة غير معقول أنه كل مريض بيجعل عيالي بشكاية ألم أو عدم ارتياح في البطن مباشرة نعمله تنظير هضمي المريض يندرس يتخذ قصة سريرية تحاليل إيكوبطن وبينعطى فرصة للعلاج المحافظ إذا ما كان في عنا اللارم سيمتوم إذا كان في عنا اللارم سيمتوم مثل هالقائمة يلي أمامنا هاي تستوجب الإسراع بإجراء تنظير هضمي علوي يعني أي مريض عنده شكاية في البطن وكان مريض مسن مريض عنده عسرة بلع مترقية مريض عنده قياءات شديدة مريض عنده نزف هضمي أو فقر دم يعني بشككنا أنه نزف هضمي خفي إذا كان في عنا مريض قصة عائلي للسرطانات إذا بالفحص جسينة ضخامية كابلية أو تحالية أو إذا كان عند مريض مثلا نقص وزن شديد هاي نسميها alarm symptoms وهاي تدفع للإسراع بإجراء التنظير الهضمي العلوي أما إذا كان المريض قصته مجرد ألم بطني تحاليله جيدة ما عنده شيء من عوامل الخطورة المذكورة ممكن ننور ببعض خيارات العلاج المحافظ ومنضل على تواصل مع المريض إذا ما استفاد المريض على العلاج المحافظ يعني عدم الاستجابة للعلاج المحافظ هو استطباب لإجراء التنظير الهضمي العلوي طبعا التشخيص الأكيد والحاسم للقرحة الهضمية بالتنظير يعني لا يمكن تشخيص القرحة بالإيكو أو بالصورة الشعاعية أو حتى بالطبقي تشخيص القرحة وأخذ الخزعات مننا بالتنظير الهضمي العلوي شخصنا القرحة الكلام الآن عن القرحة المتندبة مو حالات القرحة الإسعافية القرحة النازفة إلى ترتيب مختلف فنحن الأفضل الأفضل أن نعطي PPI مع صداد لون مفعول تآزري وفي متابعة لاحقة لبعض المرضى رح نحكي عنا وفي حالات تحتاج إلى جراحة إذن الحمض لاحال ممكن أن يشفي القرحة ولكن بتنكس نكس هو القاعدة إذا ما عطينا صادات الصادات وحدة للقضاء على هيكوباكتر يلي عملت خلال بفيزيولوجيا المعدة كافية لشفاء القرحة ولكن بتستغرق وقت فالأفضل نعطي PPI مع الصادات علاج رباعي مثل ما ذكرنا ونتابع المريض مثلا إعادة تنظير لمرضى القرحة المعدية أو نتأكد من تحصل الأعراض السريرية وفي حالات تستدعي علاج جراحي للقرحة طبعا كل المرضى من أن نتأكد من النجاح القضاء على الملثوية البوابية إذا كانت القرحة معيدية نحن منعيد التنظير ممكن ناخد خزعة جديدة للهيكوباكتر أما بالنسبة للقرحة العفجية مو ألزام إعادة التنظير لأنه التصارتون استثنائي لكن إذا كان عنا قرحة عفجية كبيرة أو قرحة عفجية يعني تحمل فيها وعاء نحن منخاف ينزق أو ممكن تكون قرحة في بداية العفج منخاف تسد مخرج المعدة فممكن نعيد التنظير للتأكد من سلامتها أما في القرحات المعدية مهما بدى مظهر القرحة سليم لابد من إعادة التنظير للتأكد من شفاء لأنه ممكن تكون سرطانية إذا كان مريض قرحة عفجية وما بدنا نعود له التنظير ممكن نعمل تحليل براز للتأكد من نجاح القضاء على الملتوية البوابية استطبابات الجراحة طبعا بعد بالثمانينات القرن الماضي تم اكتشاف الهلكوباكتر وتم تطوير أدوية البيبي وبالتالي أصبح يعني آخر 30 سنة من النادر جدا أنه مريض القرحة ينبعث على الجراحة لكن إذا كافي عننا قرحة نازفة بغزارة وفشلة وحوالات الإرقاء والمريض يحتاج نقل كميات كبيرة من الدم ممكن هذا يحتاج إلى تدخل جراحي حالات الانتقاب أو الاختراق بالتأكيد علاج الجراحي لا يمكن نعطي علاج دوائي لقرحة منتقبة القرحات السادة لمخرج المعدة ممكن نحاول نوسعها بالبالون عبر التنظير الهضمي وفي حال الفشل جراحة وممكن قرحات غير مختلطة لكن قرحات كبيرة الحجم وغير مستجيمة للعلاج الدوائي أيضا وخاصة الكبيرة يعني ممكن نلجأ إلى الحل الجراحي وهذه حالات نادرة جدا حصلنا مؤخرا على كتاب مميز اسمه Evidence Based Gastroenterology هو خلاصة أحدث الدراسات حتى عام 2020 في أمراض جهاز الهضم فهل أسطر القليلة أمانكم هي أهم التحديثات بخصوص الداء القرحي الهضمي لخصناها باللغة العربية بصفحة وحدة وممكن الرجوع إلى الكتاب للحصول على تفاصيل هالدراسات أول شيء ممكن القرحة العفاجية القرحة العفاجية تقريبا دائما موجودة هناك باكتر الPPI لحاله يشفي القرحة العفاجية والصادات لحالة أيضا تشفي القرحة العفاجية وأعطاؤهما مع بعض هو له مفعول تآذري والتوصيات تقول بإلزامية أعطاء PPI مع ثلاث صادات ولمدة أسبوعين كاملين اجتثاث الملتوي البوابي أو الإراديكيشن ضروري بيقلل من نكس القرحة نكس القرحة يصيق إلى 50% خلال سنة إذا ما قضينا على الهلكوباكتر أيضا عودة النزف يعني المريض الذي عنده قرحة نازفة نحن بعد ما نسيطر على النزف ما نعطيه علاج رباعي للقضاء على الهلكوباكتر عم يقلل لنا خطر نكس النزف الهضمي وخطر نكس انسداد مخرج المعيدي كل كلمة من هالكلمات عليها دراسات كبيرة ومعتمدة كنا سابقا علاج القرحة العفجية أسبوعين صادات ثم نتابع عدة أسابيع بالPPI لحاله مثلا شهر أو شهرين بعد الانتهاء من الصادات للتأكل من الترميم الكامل للقرحة لكن الدراسات تقول أنه 14 يوم كافية لعلاج القرحة العفجية مهما كانت كبيرة ما في داعي أن أعطي PBI لفترات طويلة بعد هالأسبوعين كانت التوصيات السابقة بتقول أنه الاس أوم برازول دواء مديد المفعول ويكفي أعطاء مرة واحدة لكن التوصيات الحديثة تؤكد أنه كل أدوية البي بي آي يجب أن تعطى بجرعة مضاعفة بما فيها الاس أوم برازول كمان كل الكتب السابقة كانت دائما تقول Add BBI Give BBI أي دواء من المثبتات مضخة البروتون بدون تفضيل لأحد هذه الأدوية على الدواء الآخر فكنا نقول لمن دوبي الشركات أنه ممكن تجيب دراسة أو دراسة تانية لصالح دواء معين بتفوق في نقاط بيكون أضعف من غيره بنقاط إجمالا كنا نقول البي بي آي كلها متقاربة الفعالية لكن الدراسات الأخيرة بتقول الاس أومي برازول والرابي برازول هن اللي تأثيرهم أطول البي بي آي تستقلب بدواء اسمه السيتوكروم P2C19 وهذا السيتوكروم بيخرب البي بي آي أحياناً بيكون عمله سريعاً بعض الأشخاص وبالتالي ما بيستفيدوا من هالأدوية فأفضل الأدوية يلي ما بتتأثر بالسيتوكروم وما بتتخرب بسرعة هي الاس أومي برازول والرابي برازول وفي دواء هذا حكينا عنه الدواء الموجود في اليابان الفونو برازان دواء موجود في اليابان لكن بدأ طريقه نحوها العالمية دراستين كبار نعرضوا بالمؤتمر مؤتمر الأسبوع الأخير من العام بيصير في كم سنة مؤتمر صار في الشهر الماضي عرض دراستين مقارن بين الفونو برازان مع اللاسو برازول في علاج التهاب المريء الجزري وفي علاج القرحة في اجتثاث الملتوية البوابية وتفوق بشكل كتير كبير أدوية البي بي آي تثبت أفراز حمض المعدة بنسبة 70% تقريبا أما الفونو برازان بيثبت أفراز حمض المعدة بنسبة 99% فأبتوقع خلال يعني السنوات قليلة أو حتى أشهر نشوف هالدواء في الأسواق تقريبا يعني ما عد حدا حكى عن الانتهستامين يعني لأن صار في جيلين أحدث من أدوية الانتهستامين هون كاتبين Rarely if either الهلكوباكتر تقاوم الأموكسسلين تحديدا الميترويندازول شائع للاستخدام لكن لما نعطيه مع بي بي آي الهلكوباكتر ما عم بتقاوم الميترويندازول بينما الأدوية اللي عم بتقاوم البي بي آي اللي عم بتقاوم الهلكوباكتر عفوا هي الكلاريثرومايسين والليفو فلوكساسين فنحن لما نختار خط علاجي بنسأل المريض إذا أخذ كلاريثرومايسين أو أزيترومايسين في الأشهر الأخيرة إذا أخذ مثلا سيبرو أو ليفو في الأشهر الأخيرة رعلاج إنتان بولي أو صدري بنحاول نعطي الدواء اللي ما استخدموا المريض هاي قرحة نظيفة القعر فوق البواب قرحة يعني سليمة ظاهريا قعر نظيف لكن موقع قرب البواب بخوف من أنها تتسبب بإنسداد مخرج معدي وهاي عنا قرحة كبيرة في قاعدة القطعة الأولى من الاثني عشر هاي الصورة لمخاطية العفج وهاي قرحة كبيرة عرطلة طبعا اللونة أصفر لإني في صفراء عنا بالعفج قاعدة نظيفة لكن هاي تحمل خطر الانثقاب لأن قرحة عميقة وكبيرة وجدار العفج رقيق وهاي عنا قرحة عرطلة وكبيرة على الوجه العلوي للبصر العفجية وعنا هون وذمة شديدة في بواب المعدي يعني هاي القرحتين العرطلتين في العفج بيستدعوا إعادة التنظير كرأي شخصي للتأكد من التآمن لأن قرحة يعني مخيفة أن تعمل نزف إعادة التنظير مع القرحات العفجية غير روتينة لكن يعني قد نحتاجه في بعض الأحيان حسب رأي الطبيب أو الأطباء المشرفين على الحال من تابعوا بالجلسة ثانية من تابعي يا جماعة أو منقص الموضوع على محاضرتين فتخنا المايك أخواني اللي بحب يجاوز دكتور زياد عم نسأل أكدش ممكن كل مبدي حكي لساعة منص المحاضرة بصراحة أنا أفضل نقسم هاي المحاضرة جاهزة بس يعني صارنا ساعة وربعة كتير هو الشات حكيم أكتر يعني عالقوا أستاذ أن أسأل محاضرة ونكمل بجلسة ثانية أنا الموضوع جاهز عمشوف عدردشة والله كل القسمة مشان ما نشتغل لوش بالأخير لأن المواضيع التانية بدأ حقا خاصة موضوع النزف ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير بالقسم الأول من محاضرة أمراض المعدي تكلمنا عن مقدمة تشريحية وفيزيولوجية وعن اللاء القرحي الهضمي بالتفصيل نتابع اليوم مع بقية أمراض المعدي بسم الله الرحمن الرحيم أهم المواضيع اللي ما ننغطيها اليوم النزف الهضمي العلوي عسر الهضم الوظيفة تحديدا اللي هو أشعة الشكاية في العيادة الهضمية على الإطلاق وخزل المعدي والسرطان المعدي طبعا من نسبة للسرطان كأطباء داخلية وحتى هضمية بهمنا الأعراض المشككة ووصولا إلى تشخيص الورام أما الستيجينغ وتفاصيل البروتوكولات العلاجية فهاي مواضيع تخصصية بحثة بالنسبة لزملائنا أطباء الأورام النزف الهضمي العلوي قد يكون يعني مو فقط من المعدي يعني هاي من الأمراض الشاملة لأكتر من جزء من السبيل الهضمي لكن باعتبار القرحة الهضمية هي أشعة أسباب النزف الهضمي العلوي رح نتكلم عنه اليوم باعتباره من الحالات الشائعة جدا أنه نصادفها بالإسعاف وفيه بعض التحبيثات الجديدة مع نزف السبيل الهضمي طبعا من أشعة الحالات الهضمية الإسعافية الحالات الهضمية الباردة بالعيادة أشعة الشي عنا الجزر المعدي المريئي عسر الهضم والكلون العصبي أو الـ IBS الحالات الإسعافية كأطباء إسعاف بيجينا النزف الهضمي بيجينا التهاب البنك رياس الحاد بيجينا تشمع الكبد واختلاطاته هاي أكتر الشي مشوفة بإسعافات وأجدحة المشافي النزف الهضمي من الحالات التي فيها خطورة معتبرة للوفيات القرحة تقريبا أن خطر الوفاة فيها 5% النزف الدوالي هو أخطر أشكال النزف 30% لكن عموما 10% خطر الوفاة مع النزف الهضمي العلوي بشكل عام من المعلوم أن النزف الهضمي العلوي بيكون قبل الرباط يعني حتى نهاية العفج هذا اسمه رباط هضمي علوي كل شيء ما بعد صائم أو دقاق أو أمعاء غليظة هذا اسمه نزف هضمي سفلي النزف الهضمي 80% بيكون علوي وتقريبا 15% سفلي و5% بيكون نزف أمعاء دقيقة إذن معظم حالات النزف الهضمي المشاهدة في المشافي هي حالات نزف هضمي علوي أشياءها هو نزف القرحة وأخطر وأغزر أشكال النزف هو نزف الدوالي في عنا أيضا مصطلحات مهمة النزف الصريح يعني نحن نشاهد بشكل مباشر الدم أو آثار من الدم عن طريق الفم أو الشرج يعني المريض عم بيراجع دم قانئ أو دم مهضوم على شكل خترات أو أقياء طحل القهوة أو المريض عنده تغوط زفتي أو تغوط لدم صريح فهذا كله اسمه نزف هضمي صريح نحن عم نشاهد الدم الطازج أو المهضوم يخرج من الفم أو من الشرج في شيء اسمه النزف الهضمي الخفي هذا تعريف في غاية الأهمية كل مريض لديه فقر دم بعوز الحديد وغير مفسر بسبب آخر هو نزف هضمي خفي حتى يثبت العكس يعني فقر الدم بعوز الحديد إذا ما كان عن مثلا مريضه عنده دورة شهرية غزيرة أو مشكلة نسائية أو ما كان عنه مثلا سوء تغذية سوء امتصاص نزف لرد معين فقر الدم بعوز الحديد إلى أن تتم دراسه وتحديد سببه هو نزف هضمي خفي قد تكون المشكلة مثلا داء زلاقي التشخيص النهائي فمريض الداء الزلاقي ما عم ينزف لكن التشخيص المبدئي لما بيجينا مريض فقر دم بعوز الحديد هذا عنوان الأضبارة بيكون نزف هضمي خفي يستدعي الدراسة بالتنظير الهضمي العلوي وأيضا التنظير الهضمي السفلي طبعا فقر الدم بعوز الحديد حتى لو كان تحليل الدم الخفي بالبراز سلبي هذا لا ينفي أنه المريض بده دراسة للسبيل الهضمي العلوي وبآخر توصيات كان الفريتين كان تحت 30 صار تحت 20 كان عفوا تحت 20 بالتوصيات السابقة صار كل شيء مريض عنده فريتين تحت 30 كمؤشر لعوز الحديد بده بايدايريكشنال اندوسكوبي يعني فقر دم بعوز الحديد استطباب لتنظير هضمي علوي وأيضا تنظير هضمي سفلي وأكتر الشيء من خاف لا يكون عند المريض سرطان في المعدة أو في الكولون في مصطلح اسمه النزف الهضمي المجهول إن صحي للترجمة أوبسكيور يعني هذا نحن عندنا مريض عرفانين أنه عنده نزف هضمي سواء صريح أو خفي لكن تنظير هضمي علوي وأيضا تنظير سفلي لم يكشف سبب النزف فإذا النزف المجهول قد يكون نزف صريح أو نزف خفي لكن بعد إجراء تنظير علوي وسفلي لم يتبين سبب أو مصدر هذا النزف طبعا أغلب الحالات بتكون نزف أمعاء دقيقة وأشجع سبب لنزف الأمعاء الدقيقة هو التشوهات الوعائية هذا هو المنظار الهضمي التقليدي لدينا هذا الجزء في وسط الصورة هو اللي بيدخل بالمعالج وعندنا هاي قبض التحكم وسلك طبعا الأنبوب التنظير طوله تقريبا متر متر وعشر سنتيمترات بالنسبة لمنظار المعدي أو متر وستين بالنسبة لمنظار الكولون والقبضة فيها لو لا بيسمح بتحريك رأس المنظار بالاتجاهات الأربعة بهالشكل الطبيب بيمسك القبضة بإحدى الذراعين وبالذراع الأخرى يمسك جسم المنظار وبيكون عم براقب الشاشة طبعا فني التخدير أو المساعد بيكون مركز على العلامات الحيوية النبض وتخطيط القلب وأكسجة المريض في عنا تقنيات حديثة للتنظير هذا الجهاز اسمه دبل بالون اندوسكوبي أو منظار ثنائي البالون هالبالونين في قمة أو في مقدمة المنظار يمكن نفخهم بالتتابع مننفخ أحد البالونين ومنشفط الآخر ويسمح بتثبيت المنظار عن زاوية والتقدم فهذا المنظار ثنائي البالون يسمح بالتقدم لمسافات بعيدة في الأمعاء الدقيقة مثل هالشكل بننفخ بالون طبعا المعدة ما بتحتاج هالتقنية لكن الأمعاء الدقيقة شديدة الالتفاف حتى أحيانا الأمعاء الغليظة بتكون ملتفة بشكل فالبالون بيثبتنا زاوية ويتم التقدم بالمنظار ثم نفخ البالون الآخر لتثبيت الزاوية اللاحقة وتحرير النفخ من البالون الأول وبينحقوا وهكذا طبعا الدبل بالون اندوسكوبي إجراء شديد الرد هذا اللون الأخضر هو المساريقة المعلقة للأمعاء عم بيصير شد للمساريقة وبصير كتير ألم فحصرا يجرى في المشفى تحت التخدير العام غير متوفر بلدنا للأسف لكن يعني مش هل نعرف أنه صار فيه تقنيات حتى لتنظير الأمعاء الدقيقة هاي تقنيات حديثة نسبيا عنا هاي الكابسولة طولة حوالي 2 سنتيمتر بيبتل على المريض وتقوم بتصوير كامل السبيل الهضمي من البلعوم وحتى الشرج تقوم بالتقاط صور في غاية الدقة مثل ما نشايفين هون عنا هالدائر الزرقاء بالصورة رقم C عم تكشف تشوهات وعائية في الأمعاء الدقيقة أيضا بالصورة A هالبقعة الكرازية وأيضا بالصورة E إذا بتدققوا على الصور زغابات الأمعاء الدقيقة واضحة والصور في غاية الدقة أيضا عنا هون على الصورة G في عنا قرحة قلاعية في أحد مناطق الأمعاء الدقيقة الكابسولة قد تبقى في الجسم حوالي خمسة أيام ما في مشكلة السعر الكابسولة حوالي ألف دولار كانت متوفرة في حلب وفي دمشق لكن عنا بالمحرر غير متوفرة هاي لتنظير الأمعاء الدقيقة وفحص المناطق التي لا يصلها المنظار الهضمي العلوي ولا السفلي التغوط الزفتي أو الميلينة لازم نركز على صفاته لأنه من الشائع يجينا مريض ويقول أنا عندي تغوط أسود ونعتقد خطأا أنه نزف تغوط الزفتي حصرا بدي يكون إسهال الدم مخرش بشدة للمخاطيات فلما بيكون في عنا دم بالمعنة بدي يحرض أقياء أو إسهال لما بيكون في عنا دم بالأمعاء بدي يحرض إسهال الدم مخرش بشدة للمخاطية وغالبا الدم مع البراز بيكون براز مائل للليونة بيكون براز إسهالي لونه أسود تماما وليس مائل للسواد ويقوله رائحة كريهة جدا ومميزة يعني يقال once you smell it you will never forget it أما الامساك الوظيفي البسيط العادي بكل لون البراز أيضا يميل للسواد ويكون قاسي يعني ليس كل خروج أسود هو تغوط زفتي أيضا المريض اللي عم بيأخذ أدوية الحديد الفموية تسبب اصطباغ البراز باللون الأسود لازم ننبه المريض لهالنقطة بيجينا مريض نزف هضمي وبعد السيطرة على النزف وتخريج المريض غالبا يخرج على وصفة حديد فموية فاذا ما نبهنا المريض لهالموضوع بيرجع بعد عدة أيام وبيقول أنا رجع براز يتلون بالأسود ورجع ليه النزف مشان ما يصير بلبلة ويصير عنها نوع من القلق والرعب عند المريض والشيء بالشيء يذكر الحديد بيغشنا بلون البراز بلون البراز بالأسود لكن لا يؤثر على نتيجة تحليل الدم في البراز يعني أدوية الحديد الفموية لا تسبب إيجابية كاذبة للدم بالبراز إذا المريض جاءنا وقال تغوط أسود ممكن نعم ممكن السواد من الحديد حبينا أن نتأكد عملنا تحليل دم خفي بالبراز إذا طلع إيجابي فهذا المريض غالبا عنده نزف وليس من أدوية الحديد ملاحظة أخيرا عن التغوط الزفتي التغوط الزفتي غالبا يدل على نزف هضمي لكن ممكن يكون من الأمعاء الدقيقة أو حتى من الكولون الحقيقة جاءنا عند مرضى عندهم أورام في الأعور أو في الزاوية الكبدية للكولون وأجوا بشكاية تغوط زفتي الدم مجرد ما يتأخر خروجه عدة ساعات أو عدة أيام بيتأكسد في لمعة السبيل الهضمي ويميل لونه إلى السواد فنسبة تقريبا 10% من حالات التغوط الزفتي مصدرها السبيل الهضمي السفلي وليس العلوي بالنسبة للدم الخفي بالبراز ما إلو إيجابية كاذبة لكن إلو سلبية كاذبة عند المرضى يلي بيأخذه فيتامين سي فما إلو إيجابية كاذبة لكن أحياناً يعني التهاب أمعاء بسيط ممكن يطلع آثار من الدم فممكن الدم خفي بالبراز معناته أنه فيه سرطان أو فيه شيء خطير الدم الخفي بالبراز فيه إلو تقنية جوياك هاي الموجودة عندنا تحتمل على السايتوكروم فيه البراز وفيه تقنية الإمينوهيستوكيمستري أو الصبغات المناعية النسيجية هاي أكثر دقة لتشخيص وجود الدم الخفي بالبراز وحتى تقدير كمية الدم الخفي بالبراز وهاي الإمينوهيستوكيمستري أو الصبغات المناعية النسيجية لدم البراز يعني وسيلة مجدية للكشف المبكر عن سرطان الكولون بالنسبة لتغوط الدموي أو الهيماتوسكيزيا غالباً يدل على نزف هضمي صوفلي لكن في عشرة بالمئة من الحالة ممكن يدل على نزف هضمي علوي طبعاً الدم لحتى يخرج قانئ من فتحة الشرج ياما بيكون غزير أو بيكون نزف سريح وغالباً مريض النسيجيي في الهضمي العلوي يلي كان براز ومدمه معناة هذا مريض مصدوم وخسر كمية كبيرة من الدم إذن الخلاصة عشرة بالمئة من حالات التغوط الدموي الصريح بيكون مصدر علوي وعشرة بالمئة تقريباً من حالات التغوط الزفتي بيكون مصدر السفلي طبعا بالتأكيد القصة السريرية الأسئلة التقليدية ما نسألها للمريض معروفة لكن نحن نحب نركز على إذا المريض عنده مشكلة قلبية أكيد يعني بيأخذ مميعات غالبا هي السبب مشان ما يكون عنا فيه أوفر ومبالغة بنقل الدم ومشتقات الدم وبالتالي بدخل المريض بـ Volume Overload نسأل عن أمراض الكبد تحسبا لا يكون عند المريض دوالي مري قد لا يقر المريض أو لا يعلم أنه يأخذ مسكناك فنحن مجرد ما يكون عند المريض صداع شقيقة أو آلام في الأسنان أو آلام في المفاصل أو العمود الفقري نفترض أنه يأخذ مضادات التهاب غير استيرويدية حتى يثبت العكس في عنا سكور اسمه سكور غلاسكو بلاشفورد نحن ما بهمنا يعني نكون أهل التسجيل ونحفظ سكورات كتير لكن شيء مهم جدا في الممارسة الطبية المريض اللي إجاء أمامنا نعرف نتصرف المريض بينصرف على البيت ويعامل كمريض خارجي ولا يقبل فيه الجناح ولا يقبل فيه العناية فتقدير خطورة الحالة نعرف المريض مختر ولا لا مريض في خطر الوفاة ولا لا مهم في كل الحالات الإسعافية الطبية بالنسبة لمريض النزف الهضمي في عدة سكورات كنا نعتمد على سكور اسمه روكال سكور لكن حل محله سكور جلاسكو هو باختصار شغلات منعملة لكل المرضى المريض بديكون خضابه طبيعي فوق الـ 12 أو 13 بديكون الضغط والنبض أيضا طبيعيين ما عنده لا هبوط ضغط ولا تسرع نبض كدلائل على الصدمة المريض ما عنده ارتفاع فيه اليوريا لأنه ارتفاع اليوريا يدل على كمية مهمة من الدم النازف فيه الأمعاء الدم فيه بروتينات لما بيهضم السبيل الهضمي ترتفع اليوريا وأيضا بديكون المريض ما عنده مرض قلبي أو مرض كابلي أي نقطة منها النقاط المذكورة بديل أنه المريض عنده شيء من الخطورة ويفضل أنه ينام بالمشفى إذن المريض بديكون خضابه طبيعي الضغط والنبض وتحليل اليوريا في الدم كلها طبيعية وما يكون عند المريض مشكلة قلبية ولا مرض كابلي مزمن أي نقطة واحدة أو أكثر فالمريض عنده درجة من الخطورة ولا يجوز صرفه إلى المنزل بالنسبة لنقل الدم ومشتقاته الحد الأدنى للخضاب المسموح تقريبا سبعة أو هيمتوكريت عشرين فمن غير الضروري وحتى من الخاطئ المبالغة في نقل الدم لرفع الخضاب إلى 13 أو 14 لأنه هذا يعمل عبق حجمي كبير على القلب ممكن يدخل مرض وحتى ممكن يحتقن الوعاء النازف وينقص النازف الهضمي فالخضاب الهدف سبعة إلى 8 جرام على الدسيلتر طبعا يستثنى المريض يلي عنده نازف يعني من ساعات قليلة أو نازف صاعق أمامنا فهذا بديتأخر الخضاب عدة ساعات حتى يصل إلى قيمته الحقيقية أما الحالات يعني تحت الحادة أو المزمنة نوعا ما خضاب سبعة إلى ثمانة مقبول أقل من سبعة من نقل دم أيضا ما في داعي لنقل البلازمة ولا للصفيحات إلا إذا كان في عنا نقص شديد في الصفيحات مثلا تحت العشرين ألف أو تطاول شديد في البيتين بالنسبة لنقل البلازمة بتكون الأكتيفتي أقل من 35% وخاصة وخاصة عند مرضى تشمع الكبد من الأخطاء الشائعة أن مريض تشمع الكبد ينقل له صفيحات وبلازمة بشكل روتيني فالمريض عم بيأخذ واحدتين دم وأربع خمس وحدات صفيحات ومثل بلازمة المبالغة بالنقل تزيد بشكل كبير جدا من خطورة احتقان الدوالي وعودة نسف الدوالي اللي هو نزف في غاية الخطورة مريض تشمع الكبد النازف نسف الدوالي لا يحتاج نهائيا إلى نقل بلازمة ولا صفيحات دم لأنه بالتأكيد عند الصفيحات نازلة بسبب الضخامة الطحالية والبيتين متطاول بسبب ضعف الوظيفة الكبدية لكن يفضل لمريض التشمع نقل كريات حمر مكثفي بأقل كمية ممكنة لا يجوز أبدا نقل بلازمة وصفيحات لمريض تشمع الكبد وغالبا النسف الهضمي ما له علاقة بنقص الصفيحات يعني مرضى الأمراض الدموية اللي عنده نقص الصفيحات بصير عنده النزوف الشامل وليس فقط نزف هضمي منركز على الفكرة المبالغة في نقل الدم ومشتقاته خاصة عند مرضى تشمع الكبد بتحمل خطورة كبيرة لعودة نزف الدوالي حتى التوصيات بتقول أنه مريض النزف الدوالي يفضل يكون slightly dehydrated يعني شوي يكون متجفف أحسن من المبالغة بنقل الدم مريض اللي ما عنده يعني مشكلة كبدية النقل الزائد للدموكي يعمله وظم تريئة وتنحل بقبرتين فورسي مايد لكن مريض التشمع الكبد إذا نقلنا له مثلا واحدتين دم زيارة واربع خمس لترات صفيحاته بلازمة عم نعرض حياته للخطر الصفيحات عند مريض التشمع ناقصة ولكن مفرطة الوظيفية فما بيحتاج إلى زيادة الصفيحات وزمن البروتران بيمتطاول لكن هذا لا يدل على أهبة خثارية عند مرضى التشمع إذا ما أريد التشمع بده فقط نقل كريات حمر مكثفي بالحد الأدنى بالنسبة لي الأنبوب الآن في المعني كان شائع في الممارسة أنه يتم غسل المعدة بالسيروم وخاصة بفروزن سالين أو السيروم مالح متجمل على أساس أن الملوحة والبرودة تؤدي إلى تقبيض الأوعية والمساهمة في إرقاء النزف لكن الأنجي تيوب مخرش وخاصة المريض اللي نزف يكون شوية معدته متهيجة فممكن حتى يزيد الأمر سوءا فالأنجي تيوب لا يفيد في إرقاء النزف الهضمي وما كثير له قيمة أن نعرف المريض نزفه علوي ولا صفلي ممكن يعني نستخدم بعض الحالات حالات مثلا انسداد مخرج المعدة لتنظيف المعدة وتحسين الرؤية بالمنظار لكن لا يصابي الأنجي تيوب روتينيا لا من أجل التشخيص ولا من أجل إرقاء نزف السبيل الهضمي هذا الموضوع يعني أشبع بحثا موضوع دور الأنجي تيوب في النزف الهضمي العلوي وخلاصة الدراسات أنه ما له دور فيه إرقاء النزف ولا في تأكيد أو نفي النزف الهضمي العلوي يستخدم فقط على نطاق بسيط لتنظيف المعدة من المفرزات من أجل السماح برؤية أفضل عند إجراء تنظيم الهضمي العلوي بالنسبة لي مطبطات مضخة البروتون أعطاء من أهم النقاط في تدبير النزف الهضمي العلوي حتى لو كان عندنا المريض عنده علامات تشمع الكامير ونحن مش تبهين أنه نزف دوالي طبعا الPPI لا تفيد إطلاقا بالتعامل مع نزف الدوالي لكن مريض التشمع من الوارد أنه نسفه من قرحة وليس من الدوالي فتعطاء المفرزات مضخة البروتون روتينيا لكل مرضى النزف الهضمي وبعد التنظير يتم متابعة العلاج النوعي حسب نتيجة التنظير طبعا ما تزال الكتب بتقول أنه أعطي PPI وبالتالي ما في تفضيل لأحد هذه الأدوية على غيرها بالنسبة للنزف الهضمي العلوي العامة الهدف أنه PPI ترفع حموضة المعدي ترفع PH المعدي تقلل حموضة المعدي وبالتالي تعيق عمل البيبسين الذي يهضم الخترة قديما وحتى عهد قريب وحتى بعض المشافة ما تزال تعطي البيبي آي بشكل مضخة تسريب بجرعات عالية 8 ميلي جرام بالساعة لمدة 2 إلى 5 أيام لكن الدراسات التي تجري على أعطاء جرعة وحيدة كل 12 ساعة يعني بيتخفف الجرعة من 5 أبر إلى أبرتين باليوم تقريبا نفس النتيجة تماماً وحتى إذا المريض نسفه ما نصاعق ممكن نعطي PPI حتى فموي إذا ما كان عند المريض أقياءات فعالة طبعاً البيبي آي لا يقلل الوفيات لا يحسن البقية لكن أنه كطبيب منظر ندخل ونشوف القرحة متليفة وشافية أفضل ما نشوف نزف فعال ويصير تداخل تنظيري في شيء من الصعوبة والخطورة يعني بتخفف الموربيديتي وما بتحسن نسبة المورتاليتي التنظير الغضمي يجرى يعني خلال 11 إلى 24 ساعة الأولوية مثل أي حالة إسعافية هو الـ A, B, C يعني الحماية من الاستنشاق تحسين الصدمة عند المريض نقل الدم ومشتقاته وتحميل PPI ويؤجل التنظير إلى صباح اليوم التالي طبعاً من الخطأ أن المريض النازف المصدوم مباشرةً ندخل بالمنظار في خطورة كبيرة لنقص الأكسجوالي اللانظميات القلبية فيمنع التنظير أول 12 ساعة يجرى بعد 12 إلى 24 ساعة بعد ما تكون الإجراءات الإسعافية الأولية أخذت مجرأها إذن الاستعجال في التنظير الهضمي قبل إتمام إجراءات إصلاح الصدمة بزيد خطر الوفئيات بسبب نقص الأكسجوالي وبسبب اضطرابات النظم فالوقت المثالي للتنظير الهضمي العلوي 12 إلى 24 ساعة بعد وصول المريض إلى الإسعاف مضادات الالتهاب اللاستيرويدية طبعاً الأدوية غير الانتقائية كلمنا عنها بالقسم الأول من المحاضرة بما فيها الأسبرين كلها بتزيد خطورة النظف الهضمي العلوي الأسبرين السابقاً كان 500 ميلي جرام مسكن ألم حتى الجرعات الصغيرة 81 ميلي جرام كمميع قلبي بيحمل خطورة كبيرة للنظف الهضمي يعني حتى في دراساته 30 ميلي جرام من الأسبرين باليوم كافية أن تثبت إفراز المخاط الواقي للمعدة الإنسيتس الانتقائية مثل السيليكوكسيب هي أخطر قليلة من البلاسيبو لكنها آمنة أكثر بكثير من مضادات الالتهاب اللاستيرويدية القديمة طبعاً المريض إذا قال أنا أخذ حبة البروفيل وما عبت وجعنا مع التهادة لا يعني أنه في مأمن من خطر النظف الهضمي الأدوية تأثيراتها بآلية جهازية يعني إذا أخذ الأدوية على شكل حقاً أو تحاميل أو حبوب مغلفة كلها تحمل نفس الخطر للنظف فمرضى يلي عنده الخطورة يفضل يعطى PPI وقائي مع مضادات الالتهاب غير استيرويدية ويفضل استخدامه بالجرعة أقل جرعة ممكنة فعالة هاي عوامل الخطورة أي مريض بحقق واحد أو أكثر من هالعوامل يفضل ياخد PPI وقائي حتى لو كان وصفنا له حبة واحدة من مضادات الالتهاب غير استيرويدية المريض يلي عنده قرحة سابقة وخاصة إذا كانت قرحة مختلطة يعني قرحة نازفة أو قرحة منتقبة واحتاج ياخد مسكن ألم ولو يوم أو يومين يفضل ياخد معه PPI وقائي المريض يلي عنده ياخد اتنين من المسكنات مثلا أسبرين مع انسيد آخر أو انسيد مع مميع مثل الورفارين أو مع استيرويد يعني مشاركة مضاد الالتهاب غير استيرويدية مع مضاد آخر أو مع مميع أو مع استيرويد يستوجب وصف PPI مثلا المريض القلبي اللي حط استينت وتخرج على وصف أسبرين وكتوبينوغريل هذا لزاما حسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض جهاز الهضم لزاما بده PPI وقائي كجزء مع الوصفة القلبية حتى لو ما كان يشكي من أي ألم في المعارضة طبعا المرضى المسنين المرضى اللي عندهم يعني ميجر ديزيز كلهم بصير عندهم نوع من ضعف التروية في مخاطيط المعارضة وبالتالي بتكون معرضة دفاعات المعارضة شوي ضعيفة فإذا اضطروا لاستخدام هذه المسكنات يفضل أن تشرك مع مخبطات مضخة البروتون هون في عنا جدول بلخص relative risk أو مقدار كم ضعف بتزيد هالمستحضرات خطورة النزف الهضمي مقارنة بالبلاسيبو فمثلا الإيبوبروفين يعتبر نوعا ما أقل خطورة بزيد خطر النزف مرة ونص الكيتوبروفين أربع أضعاف الفيلدين أو الابيروكسيكام تقريبا أربع أضعاف بزيد خطر النزف من بين مضادات الالتهاب غير أستيرويدية المريض القلبي طبعا غالبا بده ياخد PPI وقائي فالنابروكسين طبعا هو غير انتقاء فيه خطر النزف تقريبا 2.2 ضعف لكن النابروكسين هو الأقل حبسا للأملاح فالمريض يلي عنده ضغط هايبرتنشين عنده قصور قلب ومضطر ولا بد أنه ياخد مضاد التهاب غير أستيرويدي فالأفضل أني نوصف لهذا المريض نابروكسين لأن الأسلم من الناحية القلبية النابروكسين هو الأسلم من الناحية القلبية الأقل حبسا للأملاح طبعا بالتأكير بأننا نعطيه مع PPI كمان هون السطر التاني كان الشائع في الممارسة الطبية أنه المريض القلبي بمجرد ما صار عنده نزف يوقف الأسبرين لمدة أسبوع بداعي أنه الأسبرين مثبت غير عكوس لالتصاق الصفيحات وعمر الصفيحات أسبوع فيفضل أنه يوقف الأسبرين أسبوع عند مرضى النزف الهضمي لكن آخر توصيات بتقول بمجرد التأكد من شفاء النزف الهضمي يعاد الأسبرين طبعا المقصود بالأسبرين الأسبرين العلاجي للمريض يلي عنده مشكلة قلبية مريض قلبي دخلنا بالمنظار وشفنا القرحة متليفة وشافية مباشرة يعاد الأسبرين ولا داعي لانتظار أسبوع لكن بالتأكيد معه PPI مدى الحياة ليش مدى الحياة لأنه هاتصار اسمه مريض عنده سوابق قرحة مختلطة وبدي ياخد إنسيد يلي هو أسبرين فبده معه PPI مدى الحياة أما إذا كان المريض بياخد أسبرين على سبيل الوقاية البدئية يعني مريض ما عنده مشكلة فيه الشرعين الإكليلية أو الدماغية وإنما عنده عوامل خطورة مثلا ارتفاع ضغط أو ارتفاع سكر هون يعني من الممكن إيقاف الأسبرين دور الأسبرين في الوقاية البدئية في الوقاية من وقوع المشاكل القلبية لأول مرة هو دور ضعيف جدا وغير مؤكد وحتى منظمة الصحة العالمية ما عارض توصي بالأسبرين للوقاية يعني صف الأسبرين علاج ووقاية ثانوية في الاستخدامات القلبية الجراحة عن اللي بيكون عندنا نزف هضمي صاعب ومعند على علاج الدوائبي البي بي آي وعلى المحاولات للإرقاء بالتنظير الهضمي هون يفضل تدخل الجراح يفضل أن الجراح يكون على علم بكل حالة نزف هضمي مقبولة في المشفى تحسبا أنه يتم استدعاؤه في أي لحظة بيكون عنده اطلاع على حالة المريض طبعا قليلة هي نسبة للقرحات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لكن كل مريض قرحة يستوجب وجود جراح حاضر وجاهز للتدخل في أي لحظة تستدعي تدخل الجراح السؤال بالنسبة للتمية عند مرضى الشبكات طبعا تعاد كل الأدوية القلبية بمجرد طبعا مو بس توقف النزف سريريا بمجرد أنه نعمل نحن تنظير ونتأكد أنه القرحة تليفت وتوقف النزف نهائيا تعاد كل المميعات بجرعاتها العلاجية مثلا مريض عم يأخذ وافرين منه نضبط الـ INR بالهدف العلاجي مع التأكيد على أنه هذا المريض صار بحاجة إلى PPI مدى الحياة هون اللي عم نقصد فيه القرحة المتليفة في عنا تصنيف اسمه تصنيف فورست مظهر القرحة بالتنظير الهضمي بدون ما نضيع بالأرقام الرومانية نحن ممكن نشوف نزف فعال النزف ممكن يكون نافر ممكن يكون نزف بشكل خفيف أول صورتين اسمهم نزف فعال إذن إما نافر أو نازف بشكل بسيط ممكن نشوف وعاء محتقن غير نازف طبعا إذا نازف صار بالتصنيف الأول نشوف وعاء محتقن في قعر القرحة أو نشوف خطرة ملتصقة في قعر القرحة هذه الأربع صور هي مراحل عالية الخطورة للنزف فهذا المريض يبقى في المشفى وممكن يحتاج إعادة التنظير للتأكد من الشفاء أما إذا شفنا قرحة متليفة بشكل شبه كامل لا كافية بقعة مستبغة هذه تقريبا 10% خطر عودة النزف في المشفى طبعا الصور السابقة أكتر من 20% خطر النزف القرحة إذا كانت نظيفة القعر خطر النكس أقل من 1% ويخرج المريض مباشرة إلى المنزل إذن النزف الفعال سواء كان نافر أو ناز خطر كبير للنكس الدليل على نزف حديث وعاء محتقن في قعر القرحة أو خطر ملتصقة أيضا خطورة أكتر من 20% لنكس النزف القرحة المسطحة المستبغة تقريبا 10% خطر النكس يعني خطورة فينا أقول متوسطة أما إذا كانت القرحة نظيفة القعر تماما عند الوصول إلى هذه المرحلة التي هي مرحلة 3 حسب تصنيف فوريست يمكن تخريج المريض بأمان ويمكن إعادة الأدوية القلبية مع التأكير أنه ضرورة أعطاء علاج ثلاثي مثل ما تكلمنا أو علاج رباعي للهلكوباكتر اجتثاث الهلكوباكتر يقلل بشكل كبير من نكس نزف القرحة الهضمية وهيك منكون انتهينا من موضوع النزف الهضمي إذن عنا أهم التحديثات عدم المبالغة في نقل الدم ومشتقاته لا حاجة لنقل بلازمة أو صفيحات الدم إلا في حالات نادرة جدا الأسبيرين غير مفيد في الوقاية الأولية بالمشاكل القلبية مفيد فقط في الوقاية الثانوية بمجرد تليف القرحة يعاد الأسبيرين وبقية المميعات مع أعطاء البي بي آي بشكل دائم وأيضا جرعة البي بي آي بكفة مرة كل 12 ساعة ولا داعي لأعطاء تسريب مستمر بجرعات كبيرة عبر المضخة بكت عنا فقرات صغيرة stress induced gastropathy أو اعتلال المعدة في ظروف الشدة gastropathy المقصود هي اعتلال يعني مثل الصورة دي الصورة إلى اليمين منشوف في تخرب في مخاطية المعدة في عنا مصطرح gastritis أو التهاب المعدة منشوف الفحص النسيجي رشاحة التهابية في اللامنا بروبريا طبعا بالممارسة العملية ممكن يقول اعتلال أو التهاب معدي بشكل استلاحي التأكيد عنده التفريق الدقيق بينتهم بيكون بالفحص النسيجي هلأ ليش بيصير عنا gastropathy أو gastritis عن مرضى stress المقصود ب stress الحالات الشديدة المرضى التعبانين بالمشفى مرضى الحروق مرضى العينين مشددة الصدمة بأنواعها المختلفة مرضى نقص الأكسجة الذي يستدعي المكانيكال فينتيليشن مرضى اللي عندهن مالتي أورغان فيليا أي حالة stress الجسم يوجه الدم إلى الأعضاء النبيلة إلى الدماغ إلى القلب إلى الكليتين وبقل نصيب مخاطية السبيل الهضمي من الدم وبالتالي بصير عندنا نوع من الضعف في دفاعات المعنى ضد العوامل المؤذية وخاصة هيك مرضى غالبا بيكونوا في العيني المتوسطة أو المركزة فما بيكون عندهن وارد فموي جيد لذلك بيكونوا على خطر كبير للقرحات هذا المظهر ممكن نشوفه بتنظير المعنى مظهر تشقق أو مظهر خسيفي سائي في المخاطية وهذه البقعة الحمراء هي نزوف تحت المخاطية هذا سيفير جاستريتس أو سيفير جاستروباتي نتيجة نقص ترويد مخاطية المعنى عند مريض الستريس هنا عندنا أيضا سحجات متعددة في غار المعنى هذه البواب وعندنا سحجات متعددة في الغار طبعا قرحة الشدة الوقاية يعني هي أساس تدبيرها فكل مريض عنده حالة مرضية شديدة في الجناح أو في العناية يعطى PPI وقائي طبعا جرعة وحيدة في اليوم تكفي إذا صار عند هالمريض نزف يعامل معاملة النزف الهضمي العلوي بالتفاصيل اللي حكينا عنه يفضل ما نوصل لهالمرحلة لأن مريض غالبا بيكون عنده مرض أو أمراض متقدمة وشديدة فحصول نزف هضمي عند هؤلاء المرضى يسيء للأنذار بشكل كبير طبعا في بعض المدارس بتقترح أنه أعطاء الراني تيدين أو الـ H2 blacker أو الـ PPI نفس الفائدة الوقائية طبعا غالبا هيك دراسات الهدف منها هو كوست لأنه بدول برة يلي شركات التأمين بتدفع السعر الـ PPI أكبر بكتير من سعر الـ H2 blacker بالممارسة عندنا بصراحة فيه نوع من الـ over من المبالغة بإعطاء أدوية الـ PPI للوقاية من قرحة الشدة المرضى المستقرين بالجناح مرضى انتام بولي مرضى ذات رئة مرضى مثلا كسور أو هيك من بحاجة للـ PPI أو إذكاء المريض بحالة مقبولة ممكن نعطي الـ PPI فموي أرخص بكتير من الوريدي فأي مريض قادر على تناول الدواء الفموي ما هو ممنوع من الوريد الفموي ممكن نعطي ويقاية من الـ stress الـ PPI يعني مصطلح فتفاض للغاية يعني يشمل معظم أمراض الجهاز الهضمي الأعراض واسعة وغير نوعية ممكن يشكو المريض من ألم في الشرسوف أو المراق الأيمن ممكن يشكو من شبع مبكر من حس بالتخمة من الغازات والتجشق وحتى يعني بآخر مؤتمر تبع مؤتمر روم 4 أعراض اللذع والحرقة دخلت في مصطلح الـ Dyspepsia إلا إذا كانت أعراض الحرقة هي المسيطرة بنعتبره مريض داء جزر معيني مريئي طبعا كان من المقرر أنه يصير مؤتمر روم 5 لكن بسبب وباء الكوفيد تم تأجيله ما يهمنا في الـ Dyspepsia المريض يلي عنده أي شيء تتعلق في البطن هذا أكيد بده قصة سريرية وفحص شامل وتحاليل وإيقبط إلى آخره معظم الأمراض الهضمية حتى كثير أمراض غير هضمية بتجي مبدئيا المريض عبيش كي من معطب المرضى يلي بيحققوا واحد أو أكثر من هالنقاط يلي بنسميها alarm features أو تظاهرات منذرة هدول بيحتاجوا إلى urgent endoscopy أو يعني موعد قريب للتنظير الهضمي العلوي المرضى المتقدمين في السن حالات عصر البلح اليوم كان عندنا مريضة عنده ورم على مستوى الفؤاد كان الشكاية هي عصر بلح الإقياءات الشديدة الإقياءات من الأعراض اللي بتشغل بالنا من خاف من tumor من خاف من gastric outlet obstruction المريض حتى لو كان مريض شاب وما عنده قصة عائلية أو عوامل منذرة لكن إذا أخذ فترة كافية من العلاج الدوائي أصولاً والتزم بالجرع وكان مطاوح إذا ما صار استجابة هذا أيضاً يستحق ويستطب إجراء تنظير هضمي علوي طبعاً إذا كان في عنا مظاهر نزف صريح أو خفي عقد بلغمية مجسوسة ضخامة كابدية أو طحالية مجسوسة قصة عائلية للسرطانة هاي الألرم فيترز لازم نسأل عنا بالتفصيل كل مريض عنده شكاية في البطن فإذا تحققت هذا لازم يحتاج إلى جدولة موعد قريب للتنظير الهضمي العلوي إذا ما لقينا شيء طبيعي بالتحالي الأساسية بالإيكو ما لقينا حصات على المرارة مثلاً وبالتنظير لازم يكون طبيعي هون صار اسم المريض فانكشنال ديسبيبسيا أو عصر هضم وظيفي إذا الديسبيبسيا أو عصر الهضم ما منقول عنه فانكشنال أو وظيفي أو مجهول السبب إلا بعد التنظير الهضمي العلوي طبعاً داخل بهالكلام ضمناً أكيد نحن ستبعنا حصيات المرارة أو مشاكل الكبد يعني بالقصة السريرية الشامية طبعاً على سبيل التبويب والبحث ممكن نصنف عصر الهضم هل هو المسيطر حس الألم ولا حس التخمة والامتلاء والشبع المبكر في الممارسة العملية غالباً نشوف العرضين مع بعض ويصعب تفريقهم عن بعض والأدوية تقريباً نفسها لكل المتلازمتين الإبيغاستريك بين أو البوست برانديال ديستريس بعض النظريات المقترحة لتفسير عصر الهضم ممكن الإنتام بالهلكوباكتر قد لا تسبب قرحة أو اتهاب معدي لكن ممكن تأثر شوي على حركية المعدي ممكن ضعف مطاوعة المعدي المعدي في الوضع الطبيعي من المفترض أن تسترخي وتستقبل الطعام الوارد لكن عندما لا تسترخي المعدي بالشكل الكافي تعطي الشعور بالانزعاج والامتلاء أيضاً بعض الدراسات الفيزيولوجية قاموا بنفخ بالون في المعدي وإجراء رسم كهربائي لحركات جدار المعدي فكان في هايبر سينسيتيفتي أو فرض حساسية لجدار المعدي للتنبيه بالنفخ أيضاً ارتشاح وكثرة الحميضات في جدار المعدي والعفاج ممكن يعني في دراسات شفتوا أشعب كثير عن مرضى عسر الهضم مقارنة بالمرضى غير العرضيين طبعاً الحميضات في الاثني عشر مرض مختلف تماماً عن التهاب المريب الحميضات لحقيقة كل نظريات ولم تصل إلى مرحلة التأكيد القطعي كسبب لعسر الهضم وعندنا خيارات علاجية من ناور فيها أولاً اجتثاث الهيلكوباكتر طبعاً الهيلكوباكتر إذا ما كان عند المريض قرحة هضمية فعلاجة يعني يؤدي إلى تحصر أعراض عسر الهضم عند نسبة لا تتجاوز 15% لكن يفضل إنه نعالج الهيلكوباكتر ونتخلص من أحد الأسباب الأدوية الأخرى يلي ممكن تنوصف بترتيب يعني يعود لتقدير الطبيب الPPI أو منشطات حركية المعدة مثل الميتوكلوبراميد مضادات التشنج مثل الميبيفرين حتى مضادات الاكتئاب وخاصة ثلاثية الحلقة لأنها لا تعمل إدمان ممكن على سبيل بلاسيبو نوصف البكتيريا الصديقة والأنزيمات الهضمة وطمئنت المريض أنه تحالي لك الإيكو التنظير سليم وهي مشكلة عصب معنى ومشكلة سليمة بالتأكيد أنه الأنزيمات الهضمة في علاج عسر الهضم هي بلاسيبو فقط لا غير أما الاستخدام العلمي الوحيد العلاجي للأنزيمات الهضمة هو في مرض التهاب البنكرياس المزمن نحن أطباء منعرف أن دور المعدة في إفراز الأنزيمات الهضمة محدود جدا يقتصر على البيبسين يلي له بدائل في البنكرياس فالمريض ممكن يستقصل المعدة بالكامل وما يحتاج لإعادة الأنزيمات الهضمة هذه خطة علاجية مقترحة من كتاب الـ Evidence Based Gastroenterology إذا كان عند المريض هلكوباكتر يفضل أنه نعالجه أصولاً بالعلاج الرباعي لمنذ الأسبوعين إذا كان المريض ما عنده هلكوباكتر أو لم تتحسن أعراضه على اجتثاث الهلكوباكتر ممكن نجرب الـ PPI نجرب مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة يعني أخذ موقع مبكر في الخطة العلاجية الحقيقة مضادات الاكتئاب إلى استخدامات واسعة في الأمراض الهضمية يعني عصر البلع الوظيفي اللذع أو حرقة الفؤاد الوظيفية غير المستجبة للـ PPI مثل ما عم نشوفون عصر الهضم متلازمة الأمعاء الهيوجة هذه كلها أمراض ممكن نستخدم فيها مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة هي أدوية يعني آمنة لا تسبب الإدمان الأكثر استخداما هو الأميتريبتيلين بجرعة 10 أو 25 ميلي جرام مرة واحد يوميا طبعا جرعات أعلى من هيك بدأ استشارة طبيب العصبية والأمراض النفسية البروكينتكس والمفضل هو الدومبريدون هو مضاد للدوبامين والدوبامين يضعف حركات المعدي فأنا لما بقفل الدوبامين عم نشط حركات المعدي طبعا دومبريدون مفضل على الميتوكلوبراميد لأنه الميتوكلوبراميد مثل ما بنعرف يعبر الحاجز الوعائي الدموية الدماغي ممكن يسبب باركنسونية دوائية وأخيرا العلاج بالعلاج السلوكي العلاج به طمأنة المريض الأنزيمات الهاضمة الاستخدام الطبي المثبت الوحيد إلى هو علاج التهاب البنكرياس المزمن أو سرطان أو استقصال البنكرياس فهي بتعود غياب دور البنكرياس يعني غدة مفرزة للأنزيمات الهاضمة لما بنعطيها لمريض عسر الهضم أو مريض النفخة فنحن عم نعطيها كبلاسيبو فقط لا غير لأنه المريض عنده اعتقاد أنه أنا معتي ما عم تهضم عندي كسل في الهضم بدي خمائر هاضمة طبعا هي ما تؤدي أي فعل علاجي حقيقي مجرد بلاسيبو لكن بالممارسة العملية فعلا بتعطي نتائج جيدة جدا وما إلى تأثيرات جانبية تتر الجاسرو بريسيز أو خزل المعنى يعني مرض يشبه إلى حد كبير عسر الهضم الوظيفي لكن في عرض إضافي مع عصر الهضم اللي هو الإقياءات الإقياءات بتكون يعني عرض متكررة ومزعج للمريض هاي ما بنشوفه كثير مع عصر الهضم الوظيفي أهم أسباب خزل المعنى هو أول شيء مجهول السبب وبيجي بعده الداء السكري وأيضا بعض الجراحات اللي بصير فيها بضع لفروع العصب المبهم الأمراض الأخرى الأمراض العصبية كلها مثل الجلطة الدماغية مثل داء باركنسون تصلب الويحي صلابة الجل بسبب لكنه مرض نادر قصور الدرق تأثير جانبي لبعض الأدوية مثلا في عمنا شائع استخدام دواء السيتا كوديين أو أدوية كوديين كعلاج للسعال مضادات الكولين مثل الميمي فرين اللي بنعطي لها علاج متنازمة الأمعاء الهيوجية ممكن يسبب نوع من الكسل في حركة المعنى أشياء على الأسباب بعد أنه المجهول السبب هو الداء السكري مثل ما بيعمل اعتلال في الأعصاب الجسدية بيعمل اعتلال في الأعصاب الأنباتية ويسبب بطء في إفراغ المعنى طبعا المعنى في مراكز الأبحاث يجرى لها تخطيط كهربائي في عن منطق على الامحناء الكبير اسمه تقوم بتنظيم تقلصات طبعا تقلصات مزج في مستوى القعر والجسم وتقلصات تفريغ دوري ومنتظم عبر البواب طبعا تزداد تواترات تقلصات المعنى كلما اقتربنا من البواب فيمكن دراسة حركية المعنى وأجراء أبحاث على خزل المعنى باستخدامها الاستقصاءات المتقدمة طبعا بالتأكيد هاي الاستقصاءات تجرى على سبيل البحث العلمي من أجل فهم أوسع للمرض والتوصل لخيارات علاجية لا تجرى في سياق مقاربة مريض خزل المعنى الاستقصاء الأدق والأكثر تطورا أعطاء المريض وجبة صلبة وجبة فيها مادة متألقة وقياس نسبة وعلى زي خلال أقل من أربع ساعات يتم إفراغ هذه الوجبة من المعنى بالكامل فإذا كان عنا بقي أقل من عشرة بالمية أو بين عشرة وثلاثين أكثر من ثلاثين حسب ما تبقى في المعنى يوصلنا في الجاستروباريسيز إلى درجة طبعا هذا أيضا استقصاء تطلب تقنية كبيرة جدا وغالبا يجرى في مراكز الأبحاث المهم نعرف أن الاستقصاء الأدق واللي يجرى فقط في مراكز الأبحاث لتشخيص الجاستروباريسيز هو التصوير الومضاني لزمن إفراغ المعنى لكن سريريا المريض بيكون عنده عامل خطر مرض عصبي قصور درق داء سكري وشكايته نفخة وأمتلاء وتجشؤ وأقياءات متكررة ممكن إذا عملنا للمريض تنظير هضمي علوي وكان صائم 12 أو 16 ساعة شاهد بقايا طعامية فغالبا يعني هيك يتم وضع تشخيص خزل الأمعاء أو خزل المعدة في الممارسة العملي أهم خط أن الخيارات العلاجية عندنا الصادات الحيوية من فئة الماكروليدات وأكثرها استخداما الكلاريترومايسين كلاريترومايسين بينعطى لعلاج الانتناق 500 ميلي جرام مرتين يوميا لكن لخزل المعدة يكفي 250 ميلي جرام مرة أو مرتين يوميا وعادة يعني بنعطى شراب الماكروليدات من الشائعة عندنا تعمل ألم بطني بتعمل مقاومة للصادات فالأفضل أنه نستخدم البروكينتيك أو منشطات الحركية وخاصة الدومبريدون لأنه ما له تأثيرات جانبية عصبية طبعا بالتأكيد مع ضبط المرض المسبب ضبط الداء السكري الضبط الجيد لقصور الدراق أو للمرض العصبي الموجود أخيرا نتكلم عن سرطانات المعدة وأشجعها الأدينوكارسينوما طبعا أعراض سرطان المعدة هي أعراض غير نوعية وتقريبا تشبه أعراض عصر الهضم الوظيفة لكن المريض شوي بيكون مدنة في أكتر غالبا بيكون عنده واحد أو أكتر من الألارم فيتشارز يلي ذكرناها منركز دائما عن مرض الألم البطي خاصة المسنين على الإقياءات على نقص الوزن على تراجع الشهية على الشبع المبكر على القصة العائلة لأي سرطان في الجسم بالفحص جس العقد اللمفاوية مهم التركيز على وجود ضخامة عقد لمفاوية في إيكو البطن أيضا مهم طبعا تشخيص الحاسم بيكون بتنظير الهضمي العلوي قد نجد الآفة على شكل كتلة متبرعمة ممكن نشوفها على شكل مثل البوليب اللاطئ هون أو ممكن قرحة طبعا قرحات المعنى كلها تستوجب أخذ خزعات من حوافها حتى لو كانت القرحة تبدو يعني حوافها ملساء ومنتظمة يعني وعيانية من كل هذه القرحة غالبا سليمة دائما يجب أخذ خزعات منها المناطق من حواف القرحة وليس من قار القرحة ودائما يجب إعادة التنظير بعد عدة أسابيع للتأكد من شفاء طرحة المعنى إذا ممكن يكون بوليبويد أو يعني بوليب أو كتلة متبرعمة أو يكون قرحة أو يكون على شكل ارتشاح في جدار المعنى طبعا كطبيب داخلية أو هطبية لما منلاقي الورم المطلوب مننا ناخد خزعات للفحص النسيجي ثم يحول إلى أطباء الأورام لإجراء استقصاءات تصويرية تحدد مرحلة الورم وبالتالي الخطة العلاجية اللاحقة أحياناً بتكون الماس بتكون تحت المخاطية هون عنا كتلة كروية الشكل في قعر المعدة ومغطات بمخاطية يبدو أنها سليمة طبعا هاي كتلة الأفضل لدراستها هو الإيكو عبر التنظير وهون عنا بتطلع عنا ماس كبيرة على حساب الطبقة العضلية وهي الماس عبارة عن ورم اللحمة أو مسمي جيستي تيومر أحياناً هالمظهر البسيط منقول هذا أحمرار بسيط وهذا التهاب معدي لكن في الحقيقة بيطلع ورم مرتشح أدينو كارسينوما أو لينفومة هون بالصورة المرجع بقول هاي مالت أو لينفومة جدار المعدي وشكراً لأستماعكم وبتمنى لكم التوفيق هاي أهم النقاط الأساسي في أمراض المعدي ممكن الأمراض المعدي